بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله النهاردة هشرح نظرية سيفنين او سيفنينز ثيير دايرة سيفنين دي بنستخدمها في ان احنا نجيب الطيار المار في كل عنصر من عناصر الدايرة زي المقاومات مثلا فبنعمل حاجة اسمها دايرة سيفنين المكافأة ايه اللي بيحصل مثلا لو انا عاوز اجيب الطيار في المقاومة دي اللي بسميها او 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 ا التوالي طيب ازاي باجيب ارسيفنين ديت عشان اجيب ارسيفنين باحزف كل مصادر الجهد يعني مثلا لو عنده مصدر جهدي هنا باحزفه وبحط بداله شورت سيركت يعني سلك واصل كده سلك فاضي معروش اي حاجة ولو كان مصدر طيار يعني دي لو ما كانش مصدر جهدي وكان مصدر طيار كده احزفه واحط بداله اوبن سيركت يعني الدارة هيبقى مفتوحة بالشكل ده كده لو كان مصدر طيار وبفرض مصدر وهمي على طرفي المقاومة يعني لو عايز اجيب طرفي المقاومة ده بشيل برضو المقاومة وبحط بدالها مصدر وهمي عشان يتوزع منه الطيار طب عشان اجيب في سيفنين عشان اجيب في سيفنين بشيل الحمل واحط مكانه اوبن سيركت وبحسب فرق الجهد بين طرفي المقاومة اللي انا عاوز اجيب لها في سيفنين طبعا الكلام اللي انا قلت ده كله كلام نظري ومش هنفهم غير بالتطبيق في المسائل فنشوف اول مسألة معنا اول مسألة يقول find 7 equivalent circuit between A and B فين UB طيب احنا عاوزين نوصل لده لشغله عامل ازاي بالشكل ده يبقى اسمو V7 وعايز مقاومة هنا اسمها R7 وهنا فين اللود انا عاوز اجيب المقاومة من UB اللي هي الخامسة يعني ان الخامسة ديت اللي عايز اجيب منها المقاومة يبقى الخامسة اللي هتلحط هنا على التوالي مع R7 تمام بعد كده اجيب ازاي بقى ماشي اول خطوة احزف كل مصادر الجهد او مصادر الطيار لو مصدر الجهد اعمل بدلا شرط سيركت تمام حزفت مصدر الجهد هود شلت العشرة فولت وحطيت ايه شرط سيركت يعني سلك فاضي وقمت جاي هنا ايه عامل العشرة او تمام هنا العشرية هنا الخمستاشر المقاومة اخبارها ايه شلها رخرة شلتها وحط بدلها مصدر مصدر جهد وهمي او مصدر طيار وهمي اده مصدر الجهد الوهمي اهو وكده الدايرة رسمتها ليه بحط مصدر جهد وهمي يعني ما لقوله تحسب له فرق جهد ولا ايه حاجة انما هو وهمي ليه هو وهمي عشان يتفرع منه الطيارة عشان اعرف اجيب المقاومة المكافئة بين الطرفين ده هم تمام اجيب كده ايه المقاومة المكافئة اللي اسمها المقاومة اللي بجيبها اسمها كده شلت مصدر الجهد حطيب بدل شورت سيركت وعملت هنا مصدر وهمي بس عشان يتفرع منه الطيارة ما ملوش اي لازمة تاني غير انه بيتفرع منه الطيار يبقى الار سيفنين بتسوي مقاومة ع التوالي خمستاشر مع مقاومة اين ع التوازي نحن 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 نح بها ازاي قال لك يعمل المكان المقاومة بتاعتك open circuit تمام ادي العشرة فولت ودي الخامل العشرة ايه العشرة اوم ودي العشرين اوم ودي الخمستاشر اوم دي المقاومة اللي انت عايز تجيب لها الطيارة يعمل حاج او شيلها وعمل بذلها open circuit دايرة مفتوحة كده شيلت المقاومة دهيت وحطيت بذلها دايرة مفتوحة هنا هوت تمام عايز بقى ايه هاد فرق الجهد بين طرفي دا هوت تبقى انت كده جبت الايه الفي سيفنين يبقى ديه فرق الجهد اللي هنا دي بين النقطتين دول يبقى انت كده جبت الفي سيفنين تمام عند البطارية هتوزع الطيارة يمشي كده والطيار هيجي يمشي كده هيلاقي المقاومة دي هتفي open circuit فمش هيمشي في الفرع ده يبقى هوت الدايرة تلخصت بين عشر وعشرين يعني المقاومة المجافئة لها تلاتين يعني الطيار اللي ماشي بين الجه من المصدر بيساوي تلت تمام طيب هو مش ال open circuit ده هيت بالفرع ده كله ال open circuit بتاعه متوصل على التوازي مع العشرين اوم يبقى جهد الفي سيفنين بيساوي جهد العشرين اوم لانه متوصل معها على التوازي ما فيش طيارة طبعا اخش هنا فبالتالي ان الفرع ده هو كل دول تولي مع بعض فالفرع ده توازي مع الفرع ده يبقى الجهد بتاع النقطتين دول بيساوي في بين بين العشرين اوم يبقى ايه يبقى الفي سيفنين بتساوي عشرين اي ار عشرين في تلت يعني بتساوي شوف سانية واحدة ستة و سبعة و ستين من مية فولت تمام يبقى الفي سيفنين بستة و سبعة و ستين من مية فولت شينت عاوز تجيب الطيار هنا بقى عملت المقاومة ديت باية الاي بيهيت وكده دايرت سيفنين للمكافئة تمام سانية واحدة سانية واحدة هنا المقاومة المكافئة غالبا غالبا غلط المقاومة المكافئة تعال نشوف كده خمستاشر زاد عشرين فعشرة وهنا التير صفر يبقى تلت تلت فعشرين لا تمام مزبوط يبقى الاي اللي ماشي فيه الخمسة اوم بيساوي في سيفنين اللي هي بستة و سبعة و ستين من مية على ار سيفنين زائد الخمسة اوم يبقى واحد و عشرين و ستة و سبعين من مية زائد الخمسة فيطلع الطيار بيساوي ثانية يبقى ايه ستة و سبعة و ستين من مية على واحد و عشرين و ستة سبعة زائد الخمسة يبقى الطيار بتاع الخمسة اوم بيساوي ستة و سبعة و ستين من مية الفي على ار سيفن اللي هي بواحد و عشرين و ستة و ستين من مية زائد الخمسة لانهم على التوالي فيطلع الطيار بيساوي خمسة و عشرين من مية امبير نشوف مثال تاني عشان نوضح اكتر تمام جان المسألة دي بيقول لي استخدم سيفنين او نظرية سيفنين عشان تجيب الطيار في البرانش ايه بي دهوت تمام عايز اعمل ايه عشان اوصل لسيفنين عايز مصدر جهد كده اسمه في سيفنين متوصل مع مقاومة اسمها ار سيفنين عالتوالي متوصل مع المقاومة اللي انت عاوز عندها الطيار بتاعة الحملة دي و انت عاوز عنده الطيار على التوالي يبقى دي اسمها لايه الار لود طب الار لود بتساوي كام الار لود بتساوي واحد او تمام عاوز تجيب الار سيفنين تمام فين المقاومة اللي انت عاوز تجيب عندها تعاوز تجيب لي البرانش ده خلاص يعمل حج شيل كل مصادر جهد وحط او مصادر جهد وحط ايه شورت سيركت شيلت مصدر جهده حوت حطيت بداله شورت سيركت ودي مقاومة أربعة أم معاه هنا المقاومة ديت شيل المقاومة ديت اللي انت عاوز عندها الطيار وحط بدلها مصدر جهد وهمي حطيت مصدر جهد وهمي بدل المقاوم هات دي التلاتة هيت دي اتنين ديت اربعة هات المقاومة المقافئة بقى انت جده جدت الار مقاومة المقافئة على دائرة جده دي تمام تعال نجيبها كده هتلاقي الفرع ده هوت الطيار يجي يمشي كده ويمشي كده هتلاقي النقطة ده هيت بيمشي من عندها الطيار وبينته هنا فيبقى المقاومة دول توازي تلاتة زادتين خمسة زائد اربعة تسعة مع الاربعة ديت على التوالي يعني ايه يعني الار سيفنين بتساوي تسعة في اربعة على تسعة زائد اربعة اللي هو في تلاتتاشر يبقى اربعة في تسعة على التلاتتاشر فيطلع الار سيفنين بتساوي اتنين وسبعة وسبعين من مية يبقى الار سيفنين ده يبقى اتنين وسبعة وسبعين من مية فاضل الفي سيفنين مجهولة عندي اجيبها ازاي الفي سيفنين ماشي شل مصدر اللي انت عاوز تجيبع عندها الطيار المقاومة اللي عايز تجيبع عندها الطيار واعمل بها ده لها اوبن سيركيت وهات الجهد بين طرفيها ادي العشرة فولت يعمل حج داخل على الاربعة دي تعمل هالي اوبن سيركيت ما انت عاوز عندها الطيار دي تلاتة اوم دي اتنين دي اتربعة يجي الطيار يتوزع تعالى نشوف الطيار اللي بتوزع ادي الطيار يجي يخش هنا يلاقي ادية اوبن سيركيت فمش هيمشي هنا الطيار اللي ماشي من عشرة فولت ده هوت يجي يمشي الى ادية اوبن سيركيت فمش هيمشي يبقى المقاومة اين ده همت على التوالي يبقى المقاومة اربعة زائد تلاتة زائد اتنين زائد اربعة ده همت كلهم على التوالي لان دي ايه اكيد انها تشالت خلص من الدايرة ده او بين السير كده الطيار هيجي يمشي هيلاقها مفتوحة فمش يمشي فيها فهيمشي طوالي كده يبقى الطيار الكل اللي في الدايرة اللي قدامي ده هيت بيساوي 10 فولت على 4 زائد 3 زائد 2 زائد 4 يعني 10 على 13 أمبير طب انا عاوز الجهد هنا بين النقطتين دول لا 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 عاوز اجيب الجهد بين النقطتين دول اعمل ايه تمام اما مش متوصلة مع التوازم على الفرع ده يعني الجهد بتاع الفرع ده هو هو نفسه الجهد بتاع النقطتين دول ايه يبقى او ممكن استقرأ اعمل قانون كرشوف في المسار ده واجيب الفي سيفن اللي هي تمام فانا عاوز اجيب الفي سيفنين تمام يا عم الحاج يبقى الفي سيفنين بيتساوي الجهد بتاع النقطة الضهيات لانها هي نفسها الجهد اللي بين النقطتين دول تمام تمام انا اخترت الفرع ده عشان هنا في مصدر جهد فهضطر نعمل كرشوف والموضوع مش مساهل V7 هنا I في R I بقى 10 على 13 والR بقى 3 زاد 2 زاد 4 يعني 9 يبقى V7 اللي يساوي 10 على 13 في 9 طلع بيساوي 6 92 من 100 فولت يبقى V7 اللي هشيلها وحط بدلها 6 92 من 100 فولت عاوز أجيب I بتاع الواحد أوم يبقى بيساوي V7 اللي هي 6 92 من 100 على R7 زاد R يبقى 2.77 من 100 زاد الواحد يبقى I1 أوم بيساوي 6 92 على 3.77 فطلع بيساوي 1.84 من 100 أمبير كده جبت بوساطة الطيار بتاع المقاومة اللي هي في البرانش A-B تمام نشوف مثال تاني برضو عشان نوضح أكتر كل المساهل اللي فاتت ديكت مسائل خفيفة والسهلة المسألة دي بقى فيها يعني إيه شغل كتير فتعال نشوف هنشتغل فيها ازاي أنا عاوز أوصل لمنظر عايزة عايزة جيب الطيار في المقاومة 17 أم دهي عايزة جيب الطيار نوو في المقاومة 17 أم دهي يعني أنا عايزة خلص الدائرة دي كلها كل الدائرة المعفينة دي عايزة خلصها على الشكل دهو اللي هو V7 و مقاومة R7 و مقاومة 17 أم أنا عاوزة خلص الدائرة دي كلها على الشكل ده مقاومة اللي انت عاوز تجيب عندها الطيار تمام نشتغل يبقى هنا حزفت مصدر الجهد الـ 115 وحطيت بداية رشورة سيركت اوكي اطلع فوق يعمل حج اهو ادي مقاومة 15 أم وادي مقاومة 15 أم هنا في مقاومة 4 و 11 على التوالي اعملهم بالشكل ده مش مشكلة لطالما بنى نفس النقطتين فبقى الديت عبارة عن 15 كمل هنا 41 هنا كمل 6 المقاومة دي فرض لها عندها مصدر ايه؟ مصدر جهد وهمي اهو مصدر جهد بطارية وهمية هوت فرطها مكان المقاومة 17 أم وديت الـ 6 أم ادي 4 ادي 2 أم ودي 6 أم كنا ممكن نشيل الـ 4 والـ 2 ديك كده هوت ونعملها 6 أم على بعضها كده تمام سبقى دي الشكل المرخص للدايرة اللي قدامي تمام عاوز اجيب المقاومة بين البطارية دي المقاومة المكافئة للدايرة كده بقى جبت الايه؟ الـ R7 تعالى نجيب المقاومة المكافئة كده أول خطوة عندنا الشكل ده اللي بيفقركش بحاجه الشكل ده دلتا ستار يعني هتعملها مقاومة كده R1 R2 R3 هنا الشكل ده بيفقركش بحاجه دلتا ستار دي شكل دلتا عاوز احاول الـ ستار واللي مش عارف فيه فيديوهات على القناة ممكن يخش يشوف دي سماعة R4 وR5 وR6 فهنا بحسن الحظ المقاومات قد بعضها فالـ R هنا هتساوي 15 في 15 على ده مجموع الثلاث مقاومات اللي هي 5 و40 فهتساوي 5 وهنا 6 في 6 على 18 فهنا هتبقى الدايرة هتتلخص بالشكل ده كده ايه دي الدايرة هتتلخص بالشكل ده هنا خمسة باعت خمسة هنا باستخدام دلتا ستار دي خمسة معالش بعد دخلت على العرص بانه كتبت فوقها كده دي 41 دي يبقى اتنين 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 ودي مصدر الجهد الوهمي بتاعها هوت والدايرة بقى بالشكل ده كده اه لسه برضو مش عارف اجيب المقاومة اجيبها ازاي تمام الطيار هيمشي بالفرع ده كده يجي يتفرع يطلع فوق كده تمام اول ما الطيار يمشي او تفرع فوق كده المقاومة اتنين وواحد واربعين وخمسة دول على التوالي مجموحهم 48 تمام طيب والطيار اما يجي توزع من هنا مش هيمشي كده وينتهي هنا كده تمام واما يجي يطلع عند نقطة خمسة دي مش هيمشي يعد على الاثنين ويوصل لنفس النقطة انت عايز تفهمني ان المقاومة ده هي 48 لان المجموعة 3 مقاومات على التوالي مع الخمسة والاثنين اللي هم على التوالي سبعة دول توازي اه يا عايز افهمك كده فالدائرة في الاخر توصل للشكل ده هدي مصدر الجهد مع مقاومة هنا اثنين ومع مقاومة هنا خمسة والفرع ده هوت مع الفرع ده هو على التوازي بيبقى المقاومتين اللي على التوازي دول مجموحهم كام بقى تعالوا نشوف مجموحهم كده مجموحهم عبارة عن 48 في سبعة على 48 زائد سبعة فعبارة عن ستة واحد من عشر ومثلت مقاومات دلوقتي على الايه على التوالي بقى الار سيفنين بتساوي 2 زائد ستة واحد من عشرة زائد الخمسة فبقت سبعة زائد ستة واحد من عشرة يعنى 13 واحد من عشرة اوم يبقى انا كده جبت الار سيفنين ب13 واحد من عشرة اوم تمام طيب انا عاوز اجيبي الفي سيفن اجيبها ازاي بقى ابسط طرق تعالوا نشوف نجيبها ازاي عاوز اجيبي الفي سيفن اهو ادي مصدر جهد مية وخمستاشر فولت طالع كده ودية خمستاشر ودية خمستاشر بينهم مقاومة اربعة واحد اشار على اكتوالي بخمستاشر كده ودي هنا مقاومة واحد واربعين ودي مقاومة ستة ودي مقاومة سبعتاشر لا المقاومة ده هنحزفها بقى هنعملها اوبن سيركت معلش دية بقيت اوبن سيركت بالشكل ده لان اللي اللي عايز عندها الطيار تمام ودي اربعة وادي اتنين وادي ستة عاوز اجيب الجهد بين او نقطتين بين او نقطتين دول اللي هو عاوز عندهم اططيار بين او نقطتين دول اهو اللي انا شلت المقاومة ديت وعملت بدل اوبن سيركت وعايز الجهد هنا تمام تعالوا نشوف هنشوف الطيار يتوزع ازاي اول حاجة ملخص الدائرة ديت دي دي دلتستار اهوت بقيت كل مقاومة من دول عبارة عن الخمسة من اللي انا عملوهم باللحمر ديت ودي تمتلخص دي بقى بالشكل دي بقى ستة اوم ودي تتلقوا كده ودي دي بالشكل ده كده اهو خمسة وخمسة وخمسة خلية تعالوا نلخصها ادي مية وخمستاشر طالع من هنا قلنا اللي مش عارف دلتستار في فيديوهات على القناة ممكن ينفرج عليها ودي خمسة ودي خمسة ودي خمسة هنا واحد واربعين هنا اثنين هنا اثنين هنا اثنين ودي الاوبن سيركي بتاعتي ومتوصل هنا على السيرك ده كده تمام انا عاوز اجيب كده المقاومة فين بين النقطتين دول تعالوا نتصرف كده قادي الجوه ده هيمشي كده الطير هايج يمشي كده مش في الفرع ده طلع على الفرع ده جي يمشي في الفرع ده لا اوبن سيركت فمش هيمش فيه خالص يبقى انت هتمشي في المقاومات اللي على التواليب الفرع ده هكي مطلقه خالص من الحزبان لان ما فيش طير هيمش فيه هي لا يدائلة هيا اوبن سيركت هايج لها المطلقة هنا مش هي المشي فيه يبقى عندها خمسة زائد خمسة زائد واحد واربعين زائد اتنين زائد اتنين دول كلهم على التواليب بنجمعهم. فمجموحهم يطلع gusto بيمكار. خمسة زائد خمسة ضيئة واحد واربعين زائد اثنين زائد اثنين. فيطلع مجموحهم بخمسة وخمسين اوم. طلب عاوز اجيب الطيار كل بتاعت د particle اليموعد مية وخمستاشر على خمسة وخمسين. فيطلع مية وخمستاشر على خمسة وخمسين. بيطلع يوساي اثنين وواحد من عشرة امبير. طيب دانا عاوز اجيب الجوهضة من النقطتين دول. اه مش النقط مش ديت متوصلة على التوازي يعتبر على التوازي مع الثلاث مقاومات دول آه يبقى هاتف الفي سيفنين يساوي الآي الكلي اللي هو 2.1 من 10 في المقاومات ده مش هو ماشي فهو مع التوالي فيبقى في 48 مجموحهم 48.5 زائد 41 زائد 2.48 يبقى الفي سيفنين بتساوي 2.1 من 10 في 48 فبتساوي 108 من 10 فولت كده جبت ايه الفي سيفنين يبقى انا الحمدل لو وصلت للدائرة لانا قد تعاوزها ديه بمية وثمانية من 10 وديه بسبعتاشر وديه بثلاثة واحد من 10 قوم اقدر اجيب الآي اللي ماشي في السبعتاشر قوم بكل بساطة بيساوي في سيفنين مية وتمانية بالعشرة على زائد الآي زائد الآي زائد السبعتاشر يبقى الآي بيساوي على تلاتة واحد من 10 زائد 17 يساوي ثلاثة وتلاتة من 10 يبقى الضيار اللي ماشي في المقاومة 17 قوم تلاتة وتلاتة من 10 امبير كده يعتبر انتهى الدرس اتمنى الناس تكون فهمت وان شاء الله نكمل شرح المادة شاء الله شكرا 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 شكرا